السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن الاتصال أو الاستمرارية مثل تكون الدلة مستمرة القانون يقول لك فنقشن f is continuous at number a f limit when x approaches a يساوي طبعا f يساوي f فيه ثلاث شروط الشرط الأول كلنا نتكلم عنهم واحدة واحدة وبإجاز أولا المتحرك لابد أن تكون موجودة الثاني اللي هو الف والشرط الثالث اللي هو المتحرك لابد أن تكون موجودة ويساوي حتى نقول عن الدالة لأنها متصلة لابد أن تكون متحققة الثلاث شروط الثلاث شروط نأخذ مثال سريع على التطبيق الشروط مثلا نقول لك الف تربيع زاد 2 أولا نطبق الشرط الأول نجيب اللمت اللمت when x approaches a 2 عفوان بما أنه موجودة عندنا الثلاث شروط نضع هنا نكتب x تربيع زاد 2 الآن مجرد تعويض 2 تربيع زاد 2 ويساوي 6 لأن 2 في 2 4 زاد 2 6 هذا الشرط الأول تحقق الشرط الثاني f of x اللي هو f of 2 برضو 2 تربيع زاد 2 ويساوي 6 ويساوي f of 2 موجودة المت موجودة والف of 2 موجودة يبقى الشرط الثالث اللي هو متساويات نعم متساويات هنا 6 وهنا 6 طلعنا فتحقق الشرط الثالث limit when x approaches a f of x تربيع زاد 2 ويساوي f of 2 بما أنهم متحققوا ممكن نكتب statement اللي هو كأجابة نهائية نقول f of x is continuous at x equal to at x equals 2 هذا الإجابة ممكن حتى فقط نشرحها ونوضحها على الرسم نطلب 1 2 1 2 1 1 مثلا على سبيل المثال 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 نحن نتكلم عن النقطة هذه هل هي متصلة أم لا بالشروط الثلاثة اللي ذكرت مسبقا هنا الدالة متصلة عند النقطة هذه ما فيه أي انقطاع أو ما فيه أي مشاكل هذا مختصر الاتصال أو الاستمرار هي بالنسبة للدالة الدالة متصلة ثبت لنا في بعض المسائل يطلع لك رقمين مختلفين فتوقف لأنه فلا يساوي فلا يكون فيه انقطاع في المرحلة هذه وعلى عكس الرسمة هذه نحط دائرة مفتوحة معنات أنه هناك انقطاع في هذه النقطة نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في وقت اللاحق السلام عليكم ورحمة الله